السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام انتم بخير وعساكم من عوادة وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال كيف حالكم ان شاء الله بخير قبل ان نبدأ الفيديو جماعة الخيرة تنسوا اللايك والاشتراك الله يسعد هذا الوجه عزيز المشاهد تأكد انك مشترك تحت اذا شفت هذا المقطع عرف اني مسافر الان في هذه اللحظة انا مسافر مع شباب فالكنز في بونشاك ممتاز ممتاز هذا سناب يصور الشاشة الان او تحصل رابط سناب بالوصف تعالوا شوف تغطيتي كاملة للسفرة وباذن الله رح تستمتع واول عشرة اشخاص يضيفوني بالسناب يكتبون رأي جيتك من طرف اليوتيوب لكم جائزة باذن الله عيدية اليوم ضيفنا لهذه الحلقة يا جماعة الخير صديقي الصدوق الشيخ ناير يا مرح الله كل عام انتم بخير يا بعد قوضي وسلامة يا بعد قلبي واخواننا اللي يسمعوني الحين شوفونا يا حبيبي نايف كنك جالس بحمام بخار وجهك احمر ليش مو طبيعي ما ادري والله يا ابن الحلال تخضر انت حمار حمار بس ما يهم الحمار اهم شي سوالبك وطلتك هالجميلة هاي يا بعد قلبي والله عنوم نايف شلونك والله بنعمة يا بعد قلبي شلونك كنت بمشواح والله الحمد لله الحلقة هذي قلت نايف تعال وبتحلي كامل بس طيب نايف نبي سولف نايف نبي سولف فيك تسولف طبعا والله اني انا من قهر انه ما نزلتك مقاطع معاي برمضان ايه بس تعال نبي الاجر نبي الناس تستفيد وزي كده فهمت انا دائم عود متابعين انشاء الله ننفيدهم باذن الله بس الك احيان ومشواح اه قول وش الدعشة دي وش الشر داعه 15 مقطع برمضان وش الشر داعه والله مو طبيعي قسما بالله والله العظيم مو طبيعي ما شاء الله يا حبيبي يا حبيبي والله العظيم هذا توفيق من الله ثم المتابعين ايه ورب الله كاهن طيب نايف اااااهم عد قلبي ااا كل واحد عنده اصدقاء صراح كل واحد عنده اصحاب لا فيشikk وش يصير للاخويا هذولا الأخويا بالدنيا وش يصير لهم يوم بالاخر يعني طيب دقيقة الحين ترانت الاحين عندنا موضوعين يوا اتبين تكلم عن وش يصير لهم بالجنة ولا تبنتكلم عن يوم القيامة يعني كامل عن يوم القيامة كامل Thirdly وللجنة اليوم أنا فضيلك أنا كمي أذان الصاغير أسمع الجنة يمكن أن نأخذ لها وقت أوسع لكن خذ من شراك أن نتكلم عن يوم القيام أنت تعرف شو يصير أصلا يوم القيام وشو يصير لنا وش حدث اللي تصير أيوة مو مرة أعرف يعني ببعض طيب شراك أن نسردها كاملة إلين الدخول دخول للجنة من يوم يقومون الناس لين دخول للجنة كل شيء نسرده وإذا يكون نتكلم عن دخول للجنة حلقة ثانية بإذن الله يلا تصدر شيخي طيب صل على النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصلاة والسلام أول شيء ياب مشواح لازم نعرف شيء مرة مهمة الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وأو كلهم مهام محددة ومنهم طبعا كبار الملائكة اللي هم جبريل وميكائيل أو ميكال إزرائيل وش بعد إزرائيل لا غلط هذا وش إزرائيل أنا أسمع يقول أنا أسمى أناس كثير يقول إزرائيل هذا غلط هو اسمه ملك الموت وليس إزرائيل هذا من عندنا سمنا إزرائيل ترى أسألك بالله اسمه كاسم ملك الموت كذا اسمه حتى عند الديانات الثانية The angel of death ملك الموت ما في أي اسم ثاني له الحين الملائكة لهم أسماء مثلا خازن النار اسمه مالك وخازن الجنة اسمه رضوان وفيه طبعا كلهم لهم أسماء كثير فيه هاروت وماروت اللي جاءوا على أيام سليمان عليه السلام وفيه طبعا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالاك الموت كذا اسمه فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يوم من الأيام كان جالس مع الصحابة فأنا أعطيكم بما معنى الحديث علشان تفهمونه مباشرة إذا قلت لكم الحديث نصا حين نصير في جمل من مفهومة فيحتاج أن نعيدها أنا أعطيكم معنى الحديث مباشرة علشان كلها لنفهم أجمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفرح يقول للصحابة يعني كيف أفرح بالدنيا وصاحب البوق أو القرن قد التقم القرن ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى عشان ينفخ في نهاية الدنيا ينفخ الصور أو القرن فتخيلوا يا جماعة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أكثر من 1400 سنة وهو ماسك البوق ينفخ من ذاك الوقت ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما مسك البوق لكن من يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التقم البوق أو القرن هذا اللي إذا نفخ فيه تنتهي الدنيا ينتهي كل شيء كيف ينتهي كل شيء نايف يموت كل هذه طبعا ينفخ فيه يوم القيامة حنا في نكون أحياء وقتها ولا ميتين ما ندري ما ندري هو طبعا شلون يا جماعة بعد يوم بعد الحداث اللي تصير يوم القيامة ينفخ في الصور فتنتهي الدنيا كل شيء ينتهي كل شيء ينتهي ما يبقى إلا هو وجبريل وملك الموت اللي هو إسرافيل وجبريل وملك الموت فيجي ملك الموت ويقبض روح جبريل ويروح ملك الموت ويقبض روح إسرافيل نابغ السور ما في شيء يبقى ملك الموت الحاله فيقبضه الله سبحانه وتعالى يبقى الله جل جلاله ما فيه أي أحد إلا هو ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام وينادي الله سبحانه وتعالى ما فيه أحد إلا الله جل جلاله وين الملوك وين الدنيا وين الناس ما فيه أحد ويخلق الله سبحانه وتعالى الخلق مرة أخرى يخلق الله سبحانه وتعالى الملائكة ويخلق منهم إسرافيل هذا ويخلق الله سبحانه وتعالى أرض ثانية يوم تبدل الأرض وغير الأرض يخلق الله سبحانه وتعالى أرض ثانية يكون هي بس اللي فيها المحشر اللي الناس ينحشروا فيها الله سبحانه يخلقنا من جديد كل الناس كل الناس ننبت نبات سبحان الله من عجب الدنب شفت العصعص العصعص يخلق الله سبحانه وتعالى ننبت منه نبات عظامنا ولحمنا ودنيانا طيب نايف الكل يخلق من عهد الأنبياء الكل 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 في نفخة الصور هذه الثانية يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر كل الخلق كل الناس كل أحد بالدنيا يطلع مع بعض بنفس الوقت من القبور من الأجداث يطلعون الناس حفاة عراه ما عليهم ولا شيء طبعا ظلام ظلام ما في شيء ما تسمع إلا أصوات مثل كأنهم جراد منتشر من كثرة الناس بعد هذا بعد نفخة الصورة الثانية وكل الناس في منطقة وحدة من يوم خلق الله آدم إلى يوم القيامة عاد يحسب عليك كم مليار كلهم في مكان واحد وظلام ثم سبحان رب العالمين تشرق الأرض الأرض اللي هم في هذه تشرق بس ما تشرق بنور الشمس تشرق بنور الله سبحانه وتعالى على الناس ثم تجي الشمس طبعا وتدنوا من الخلائق يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقرب مرة من الناس فيعذبون منها فاللي عرقه يوصل إلى راسه واللي إلى صدره واللي إلى رجله فيتعبون الناس منها تعب عجيب ويكون فيه شمس ويكون فيه ظل ظل الله سبحانه وتعالى ظل العرش ظل العرش الله سبحانه وتعالى موجود ويتظل فيه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف من الناس تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله نعدهم رأي تقدر تعدهم اثنان تحبا في الله اثنان تحبا في الله يعني أنا وصديقي أنا وصديقي فالأخوية الأخوية يكونون اللي تحبا في الله اللي تحبوا في الله الأهم شيء اللي تحبوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه اللي تحبوا في الله سبحانه رب العالمين يجمعهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه وشاب نشأ في طاعة الله وإمام عادل ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدقت يمينه فما يعني المثل اللي يتصدق خفية جدا ما تدري شماله ما انفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه السبع الأصنات من الناس تحت ضل العرش ويتعب الناس يتعبون لأنه يوم طويل خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة نايف يوم طويل مرة خمسين ألف سنة نحس فيها بعض العلماء كان يقول لك إذا ما خفضني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها خفيفة على المؤمنين ولكن بشكل عام هي شديدة ومتعبة فالناس يعني يتلفتون وش نسوي ش نسوي نروح لآدم أبو البشر أبونا هو اللي بيفزع لنا فيروحون عند آدم يجتمعون عنده ويقولون له يا آدم أنت خلقك الله بيديه وأسجد لك الملائكة وكذا إيش فاعلنا عند الله التعب اللي حنا فيه والوضع اللي حنا فيه طبعا الناس في وقتها في قمة الخوف إنه ما يدروا شو بصير لهم والله يا نايف الحين أقسم بالله جاني شعور إنه فعلا الدنيا اختبار تست الأختبار والله اختبار الدنيا ليس طبيعي وهناك خلاص الآن انت تريد إني اجتب تنتظر النتيجة وخايب فاتعون عند آدم يقول لا لا أنا أكلت من الشجرة أنا الحصية الله أكلت من الشجرة والآن ربي غضب غضب لم يغضب قبله ولن يغضب بعده اليوم ربي غضبان غضب ما صار وانا أكلت من الشجرة وعصيت لا لا نفسي نفسي ايه سبحان الله هذا كلام أبونا عادر شوف يوم الحشر شيء عجيب فيركضون الناس يروحون رمبي يا طيب يروحون النوح يا نوح أنت أول الرسل يا نوح ايش فعلنا عند الله سبحانه وتعالى على الموقف اللي حن فيه ما تشوف اللي حن فيه فيقول لهم نوح لا 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 إن الله ونفس الكلام غضب غضبة لم يقضب قبلها ولن يقضب بعدها وإني عندي دعوة دعيتها على قومي خلاص الدعوة اللي لي دعيتها على قومي يوم غرقة الدنيا ايه نفسي نفسي ويروحون لابراهيم قالوا بس طهيم عليه السلام خليل الله يا ابراهيم يتكلمون مع ابراهيم ويقول نفس الكلام ما بدا إن ربي غضبان غضب لم يغضب قبله ولا بعده ويقول في الحديث إنه وأنا كذبت ثلاث كذبات هذه قصة إبراهيم نبي نذكرها خيلي ويقول إبراهيم عليه السلام للناس نفسي نفسي الله ويروحون الموسى عليه السلام ويرد عليهم نفس الكلام ويقول أنا قتلت نفسا كل واحد يذكر وتسوى كل واحد يذكر أواضعه يا الله الله أهي قتلت نفسا يعني ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بقتله طبعا يا جماعة الخير حتى يوم القيامة الواحد يهج من أقرب الناس له كل الناس نفسي نفسي مو بس الأنبي اللي كان يقول كل الناس نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مليئ منهم يوم إذن شأن يغنيه كل واحد بل شام بعمره تخيل يوم القيامة أنك تفر من الناس أتبيه بس عام جيد أنك أنت تسلم واش تخيل يا رائد أنه كل واحد يجادل تخيل حسبهم سكتين وراضين يجادل ما سويت هذا اللي سويت كذا أنا ما قصدت أنا ما كان قصدي هم أظلونا حتى أنهم كانوا بعضهم يقولون للكفار يعني أتباع الكفار الضعاف كانوا يقولون لرؤسائهم يقولون يا ربي هم أظلونا فالرؤساء يردون عليهم أنتم اللي ظليتوا أنتم اللي ظليتونا شي عجيب عشان بس يبغى الواحد ينجو ويبدون الناس يطلبون الله سبحانه وتعالى طلب طلب عجيب اللي هم الكفار يقول يا رب رجعني رجعني للدنيا وشف شون أعمل شف الأعمال اللي بسويها ويروحون عادل عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام الله خلقه بمعجزة من مريم عليه السلام ويكلم الناس في المهد ومن أعظم المعجزات عنده يا عيسى سبحان الله في الحديث ما يذكر ذنب على نفسه ولكنه يقول أن الله غضب غضب عظيم ويقول للناس اذهبوا إلى محمد فعيسى هو اللي قالهم روح للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس تخيل مجتمعين يبون الفزعة يبون النبي صلى الله عليه وسلم يشفى عند الله جل جلاله فيجون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله فيروح عند ربي ويسجد فيفتح الله عليه من التحميد والثناء على الله اللي ما فتحه على أي إنسان من قبل فيحمد الله ويثني عليه ويدعو 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 فيقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قم اشفاعت وشفع شفاعتك لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس وأمتي أمتي يقول الله سبحانه وتعالى لأمتك الباب من أبواب الجنة هو الباب الأيمن كبير ويتشاركون مع باقي الأبواب لكن يخص الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم باب الحال في الجنة الحال كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتفكر تقول باب باب واحد مثلا يعني إشلون طرحوا لي لا صعب إحنا كثار يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الباب بين مكة وبصرة يعني عرضه 1500 كيلو عرضه هذا عرض الباب يعني إن شاء الله يشمل ثم سبحان رب العالمين تأتي أشياء عجيبة يابوا مشواح ثم يصير فيه حساب أولي للناس حساب أولي للناس تنزل الموازين وتبدأ تحسب للناس ويكون في جدال كل واحد يجادل عن نفسه لا أنا الشيء هذا ما سويت إلا سويت كذا لا أنا كذا وتناقشون أغطر جنة ونار المسألة ما يبلعب الله العظيف خلاص خلاص هذا ما بعد الاختبار يعني كأنك أنت عند يعني حطها قسها على أنك عند مثلا عند لجنة ولا دكتور جامعة ولا غير ولا كذا وترد تقول لا أنا هذا لا بالعكس أنا جاوبت الجواب ذا أنا صوت كذا ويبدون الناس يجادلون ثم توزع الكتب كتب صحائف الناس ويبدون المؤمنين يأخذونها باليمين فيفرحون ها أم اقرأوا كتابيا يفرح أنه كتابه جاب اليمين معناته حسابه خلاص حسابه الحساب الآن اللي عليه الكلام بيكون تمام لأنه عرف أنه ناجح عرف أنه أمره تمام سم تجي على يمينه كذا على طول ايه يجي على طول يجي كتابه على يمينه توزع هذه الكتب تمام اللهم اجعلنا من أهل اليمين والكفار الفساق تجي على تجي بالشمال فيدري أنه من أهل الجحيم حتى أن بعضهم يمد يده اليمين ويغبي الثانية وراء ظهره اليسار فيجي الكتاب وراء ظهره ثم تبدأ الموازين تحسب الأعمال بكل دقة عجيبة ولا في شيء ما في شيء مثقال ذرة إلا يوم القيام بتشوفه ما في شيء ما في شيء ممكتوب لا تحسب أنه فيه أشياء خفيفة وفيه أشياء تقيل لا 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 كل شيء بيكون مكتوب لكن الآن الحساب وشه الحساب الآن على أمر أكبر من مثلا ذاك اليوم أنا مثلا قلت رائد حاجة ولبلت الكذا لأن الآن هم الناس وشه هم الناس أنا خالد في جهنم الله سبحانه وتعالى كذلك يجيب النار جهنم طبعا تجي يوم القيامة فيها غيظ ما سكينها الملائكة مسلسلة ما سكين جهنم ما سكين جهنم مسلسلة شي شيء يعني شيء شي شيء عجيب طيب نايف الميزان اللي تكيس حسناتك يعني تكون نسار سيئاتي مين حسناتي وكل شخص يتعذب على قد سيئاته بعد أن يدخل الجنة طبعا إذا ميزانك إذا ميزانك أنت خلاص خاسر أنت في جهنم ولكن إذا ميزانك زين أنت في الجنة وإذا عليك ذنوب تعذب عليها يعني تعذب بعدين ندخل الجنة إلا إذا الرب سبحانه وتعالى غفر لنا ذنوبنا فتصير ما تعذب فيها وتيجي جهنم ثم يفرد عليها الصراحة طبعا وقتها قبل ما تيجي جهنم بعد ما الناس تتحرك وكذا ويبدأ يكون في حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشربون منه هالناس فأنا شرب بإذن الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربه لا نظمة أو بعدها أبدا يشربون من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في أحواض للأنبياء يشربون منهم الصالحين من الأنبياء أخيل في أنبياء يوم القيامة نبي نبي يوم القيامة اللي واقف معه من أمته سنين ثلاثة بس تخيلوا اجماع كثير أمم كفرت كثير أمم يوم القيامة في جأنم نوح عليه السلام كم أمته كم كم أمة نوح هو حدد قليل ترى اللي ركبه معه بس في الفلك والسفينة فيجي يوم القيامة النبي معه الواحد والثنين والثلاثة والعداد البسيطة والحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة حتى أن موسى عليه السلام في قصة الإسراء والمعراض لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري عرج به للسماء بعد ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلما سؤل ما يبكيك قال أنه غلاء يأتي من بعد يعني يقصد أنه شاب أو كذا يأتي من بعدي يعني أصغر منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره التالي يأتي من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلون من أمتي أكثر أمة تدخل الجنة يا الله لك الحمد ولك الشكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم سبحان رب العالمين يبدون الناس تنصب الألوية هذا لواء النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيسى هذا موسى تقسمون الناس خيلها ما هي شي عجيب ترى شي عجيب يتقسمون الناس حسنا نجي مع الجهدي وهذا مع الجهدي والناس يجون هنا ثم يمشون الناس فتجي ظلمة ظلام والمؤمنين سبحان رب العالمين نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نورهم قدامهم فيجون المنافقين المنافقين يقولون حنا معكم فسبحان رب العالمين يضرب بينهم بسور المؤمنين بينهم بين المنافقين والكفار سور يقول الله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور إلا هو باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ثم ينادون المنافقين ما كنا معكم فيردون عليهم المؤمنين لا فأنتم أنتم فساق أنتم كفار أنتم معنى يقولون المنافقين فيجون الناس على جهنم ثم يفرد الصراط الآن لازم تعرف شيء يا رائد يوم القيامة الجنة والنار ما هي جنب بعض تروح يمين اللي تروح يسار لا 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 عندك النار تتجاوزها تروح الجنة والله يعني الصراط المستقيم pleasing من تحته النار أي الله فينا كيف شكل الصراط هو ändern الصراط المستقيم شيء والصراط هادا شيء ثاني الصراط المستقيم يعني يعني الهداية اللي نقراها في سورة الفاتحة هذا السراط والصراط هذا النامر ليه؟ هذا السراط يختلف طبعا عن الصراط المستقيم اللي نقوله فى سورة الفاتحة هذا السراط المستقيم معنى الهدى لكن هنا الصراط هذا اللي يفرد على النار اللي الواحد يدمش عليه وطاح دخل الجهنم سبحان رب العالمين هذا اللي إذا تجاوزته أن تمورك في السليم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يشرح لنا عن وضعه أنه أدق من الشعرة تخيل ذا الصراط وأروغ من الثعلب ويجي الكافر يمشي عليه ثم تيجي قال لي بجهنم تمسكه وتجره تحت تسمع صراخ الناس والمؤمن بعض المؤمنين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف سبحان رب العالمين زي البرق تلقاه واصل النهاية ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط والمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وينجو من نجأ يطيح في جهنم من طاح طوف ورعب وترقب عجيب ما ندري وش حن عليه ما ندري وش بصير فإذا عدوا الناس المؤمنين المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم جهنم يكون فيه زي الجسر للجنة هناك يقتص المؤمنين من بعضهم في أموه صارت في الدنيا كل واحد يأخذ حقه من الثاني كل واحد يأخذ حقه من الثاني كل واحد يأخذ حسنات الثاني يعني إذا اختبت أحد أنا مثلا يجي ذاك أخذها مني يأخذها منك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد عنده أعمال مثل الجبال وكل شوي تنقص 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 شتم هذا وأكل أماله هذا وصرق هذا وسوّب هذا طيب نايف إذا فيه ناس كثير تكلموا عني من وراي تكلموا تكلموا عني يوم الحشر أأخذ حسناتهم أنا مئة بالمئة ما تشوف بعضهم يقول خلوا لا خلوا خلوا نأخذ حسناتهم ما قد سمعت الكلمة دي أنا والله خلاص قاله نأخذ حسناتهم فعلا ترى هذا من قمة الإيمان ذا ترى طيب صدق نايف أنا سمعت أنه حتى الحيوانات طبعا الحيوانات الحيوانات الله سبحانه وتعالى يقتص إذا واحد انطح الثاني ثم يصيرون تراب إيش يعني بالدنيا الخروف هذا نطح هذا يوم الحشر هذا ينطح الثاني يأخذ حقه يأخذ حقه ثم يصيرون تراب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة يا ليتني مثل حيواناتي ترابة الآن أنا بخلت في جهنم منظرها مرعب جهنم يا الله شي عجيب فلما يعدون المؤمنين ويبدون يقتصون من بعضهم عشان خلاص يروح الغل هذا اللي في الناس طيب يا نايف عطني أطني الأخوة الأخوة طيب طيب وقتها الناس سبحان رب العلمين يقسمون كذا أقسام حتى الكفار تلقى مثلا اللي ما يؤمنهم بالبعث مع بعض المنافقين مع بعض الظالمين مع بعض حتى الكفار أنفسهم علماء الكفار مع بعض ظلمة الكفار مع بعض كل الناس مقسمين يعني فئات من الناس شوفهم كثار حتى المؤمنين حتى اللي يعني تخيل الحين حن مثلا يا رائد الله يا رب يا حي يا قيوم يا جمعنا زين يا أمين يا رب ايه والله تصدقنا وصمنا وكذا مع بعضنا إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يجمعنا جميع فكل الناس صحي المجاميع ثم يبدون يساقون الناس زمراء يعني يعني فئات مع بعض زي الشلل ونيجي عند الجنة وأول من يدخل الجنة مين من الأنبياء توقع من الأنبياء محمد محمد صلى الله عليه وسلم وأول أمة مين أول أمة تدخل أمة محمد برضو أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب مبقلنا الناس مقسمين يوم القيامة تدري أن المساكين والفقراء يدخلون قبل الأغنية الجنة والله هي والله لكثرة الحقوق حقوق الأغنية والناس اللي عندهم مال بين بعضهم وبعضهم بين بعضهم والناس أما الفقر والمساكين سبحان رب العالمين ثم يدخلون الناس الجنة ويا أبو مشواح إيش الأحداث اللي تصير بالجنة وطريقة الدخول طرق الباب وكذا والأحداث اللي تصير في جهنم هذه أنا أقول لازم لها وقت ثاني الله العظيم يا نايف الله يتزك خير يبعد قلبي يا حبيبي والله إني استمتعت صراحة يا حبيبي الله يستمتعت إي والله إن شاء الله أنكم يا جماعة خير استفدتم طيب نايف هذه نخليها إن شاء الله حلقة ثانية ولكن عندي طلب بسيط ودي تطلع طبعا في في لعبة من واحد رمضان مصممة لي تخيل والله إي والله لعبة خاصة برايد مش واحد حلو ما بخاص فيني حلو بس إن شاء الله بنزلها بعد ثلاث أربع مقاطع بنزلهم بإذن الله بيشوفونا حلو طيب نايف أبيك تطلع نايف الجيمينج حلو بنصور مقطع جيمينج إن وياك في لعبة كده صغير و راح سنو تصلح لإن وياك تم تم نلعبهم نزلها بعد المقطع هذا إن شاء الله تمام تمام إن شاء الله إن شاء الله نشوفونا إن شاء الله لكم استمتعتوا إن شاء الله لكم استفدتوا يا جماعة الخير الله يوفقنا وإياكم يعطيك العافية شيخ نايف طبعا أقلبي لازم تعرفون نايف ما هو شيخ لا 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 أنا أسميه شيخي شيخ نايف لزق على لساني ولزق على لسان بعضكم أول أغلبكم الشيخ نايف نسميه الشيخ نايف مع السلامة أفمان الله إن شاء الله المقطع جاي تشوفوني أنا ونايف نلعب قيمي يالا قدام أي مسنايبر خذها مني وأنا منكم حيب عزيز المشاهد لا تنسى تحمل تطبيق STC Play كل ما تحتاجه تحت سقف واحد جوائج شعوبات مسابقات مقاطع عصرية كل شي هم لتطبيق شكرا